اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمنطلقة بشوط الزمول اخر اشواطنا لهذا اليوم شاهدنا منافسات اليوم سن اللقاية وسن الاذاع ما زالت الاشواط تستمر مع انطلاقة شوط الجعدان الثناية ونصل الى اخر الاشواط مخصصا للزمول المركز الثالث نجد مياص للهجانة السلطانية مع المضمر طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري مقدما مياص الذي يتقدم الى المركز الثالث بينما المركز الرابع شاهين سعيد بن حمد بن محمد الوهيبي المركز الخامس المركز الخامس الرامي الهجانة السلطانية مع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي والمركز السادس الوجود من الموادع للهجانة السلطانية مع المضمر حمداء بن حميد بن هلال العسكري والمركز السابع هنا الوجود من شاهين سعيد بن حمد بن محمد الوهيبي المركز التاسع مكرم للهجانة السلطانية مع المضمر المتابع بدرب الحمد الدرعي المركز العاشر مياز صالب اندغمال بن سالم المدهوشي هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المنطلقة والمتقدمة بمسار وتحديات شوط الزمول هذه الأسماء التي انطلقت لنا عودة مع البداية مع المجموعة الأولى المتصدرة لهذه الأسماء منذ البداية مجموعة ثنائية تتقدم مجموعة الزمولة شاهد الذي ما زال مسيطر على مجريات هذا الشوط ويتمسك بالمركز الأول السيب للهجانة السلطانية مع المضمر راشد بن سالم بن علي الغيلاني مضمرا متابعا لانطلاقة السيب الذي يتقدم هذه المجموعة منذ بداية إعلان رحلة هذا الشوط إلى حد هذه اللحظات هو يتقدم هذه الأسماء يا سلام ويمثل ويشكل الفارق الكبير ما بينه ما بين بقية الزمولة المشاركة بهذا الشوط لنا عودة مع المركز الثاني لنتعرف على الأسماء التي بدت بالاقتراب من مياز لملاحقته ومنافسته على موقع الصدارة الذي ما زال يتمسك به السيب للهجانة السلطانية مع المضمر المتابع راشد بن سالم بن علي الغيلاني المركز الثاني شاهين لسيف بن حمد بن محمد الوهيبي من يقدم شاهين الذي يتواجد على المركز الثاني يتراجع قليلا لكي يتعرف على بقية الأسماء المنطلقة والمشاركة بشوط الزمول والتي هي الأخرى تبحث عن هذا الشوط تبحث عن هذا الشوط شاهد المركز الثالث يا السلام يا الفارق الكبير ما بين السيب وشاهين وبقية الأسماء المشاركة بهذا الشوط أيضا المثير المركز الثالث هذا اللي وصل على المركز الثالث شاهد شاهين لسعيد بن حمد بن محمد الوهيبي يتواجد على المركز الثالث المركز الرابع أيضا هناك موادع للهجانة السلطانية محمد بن حمد بن حمد بن هلال العسكري متابعة لانطلاقة موادع المركز الرابع المركز الخامس مياس للهجانة السلطانية مع طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري بينما سادس المراكز والتحديات نشاهد شاهين لسعيد بن حمد بن محمد الوهيبي يتقدم هو بدوره إلى المركز السادس وهنا الوجود من الرامي أيضا للهجانة السلطانية مع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي والقدوم من مكرم أيضا للهجانة السلطانية مع بدر بن حمد بن سالم الدرعي والمركز الثامن هناك أيضا مياس لسالة بن نغمال بن سالم الدهوشي والمركز التاسع المكسور لسيف بن عيم غدير الجنيبي هذه النتيجة لهذه الأسماء المنطلقة بهذا الشهود أعود مع البداية أعود مع الصدارة مع انتصاف مسافتنا المقررة لهذا الشهود هنا ستة كيلومترات قضى نصفها والمتبقية نصف الآخر المسافة الكافية التي سنشاهد من خلالها المنافسة الجادة التي ستدور ما بين هذه الزمولة المشاركة بهذا الشهود القوي المثير أخر أشواطنا لهذه الفترة الصباحية لهذا اليوم ضمن تحديات هذا السباق العام الذي يقيمه وينظم شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية بإقامة أشواط للتسعير وأشواط سيارات وأشواط رموز وهذا هو السيب الذي ما زال يتصدر مجموعة زمول إلى حد هذه لحظات السيب للهجانة السلطانية متابعة المضمر راشد بن سالم بن علي الغيلاني ما شاء الله يا هذا الأداء ما شاء الله يا هذا الاندفاع ما شاء الله يا هذا التألق من هذا الاسم اسم السيب الذي على الصدارة اسم السيب الذي على المقدمة للهجانة السلطانية متابعة راشد بن سالم بن علي الغيلاني ما شاء الله يا هذا التقدم يا هذا الفارق ما بينه وما بين بقية الزمول المشاركة بشوط الزمول ليتقدم هذه الأسماء منذ البداية إلى حد هذه اللحظات إذن أعود إلى مجريات هذا الشوط وأتراجع لكي يتعرف على المراكز المتقدمة أعود وكي يتعرف على المراكز المتقدمة في هذا الشوط إذن المركز الأول المركز الأول شاهين شاهين هو الذي يتقدم هذه المجموعة لسعيد بن حمد بن محمد الوهيبي يتواجد على المركز الأول ويتواجد على الصدارة بينما المركز الثاني المركز الثاني المركز الثاني يصل مياس على ثاني المراكز في هذه اللحظات للهجانة السلطانية بقيادة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي متابعا لانطلاقة مياس الذي يتواجد على المركز الثاني المركز الثالث شاهين لسعيد بن حمد بن محمد الوهيبي وصل موادع تقدم إلى المركز الثالث في هذه اللحظات للهجانة السلطانية أيضا حمداء بن حمد العسكري لكن مكرم تقدم في هذه اللحظة إلى المركز الثالث بدوره ينتقل انتقال جميل للهجانة السلطانية مع بدر بن حمد بن سالم الدرعي والقدوم الآخر من شاهين لسيف بن حمد بن محمد الوهيبي أعود مع الصدارة يا سلام مياس 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 الذي تقدم هذه المجموعة بهذه اللحظات تصدر اسماء زمول المشاركة بهذا الشوط مياس للهجانة السلطانية بمتابعة المضمر أيضا طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري متابعا لانطلاقة مياس الذي يتواجد على المركز الأول والصدارة بينما المركز الثاني مكرم مكرم تحرك في هذه اللحظات مكرم للهجانة السلطانية مع بدر بن حمدي بن سالم الدرع أيضا بدا يقترب موادع في المركز الثالث والرامي لكن هذا هو مياس لكن مياس على المركز الأول مياس على الصدارة على مقدمة هذه الأسماء المشاركة بشوط زمول مياس صاحب الإنجازات مياس صاحب الانتصارات مياس صاحب الرموز أيضا هذا هو مياس صاحب الميدالية الفضية وصيف رمز كأس الخليج الذي يقيم هنا بالسلطنة على أرضية ميدان الفليج لكن حذاري من مكرم حذاري من مكرم الذي يتواجد على المركز الثاني مكرم للهجانة السلطانية مع بدر بن حمدي بن سالم الدرعي على المركز الثاني في هذه اللحظات دخلنا بأجوال كيلو المتر الأخير الكيلو الأصعب بهذا المسار والكيلو الأقوى بهذه التحديات المقدمة والصدارة لصالح مياس مياس للهجانة السلطانية للهجانة السلطانية متابعة طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري هذا البعير الذي انتقلت ملكية للهجانة السلطانية وهو في سن الحجائج لم يذق طعم الهزيمة بتاتاً لم يذق طعم الهزيمة بهذا اليوم يشارك بشوت الزمول بسباق العام وهجاء الخبر باعتزال مياس لسباقات الهجن اعتزال مياس عن سباقات الهجن وانتقاله إلى أيضاً الانتاج والمنتجين بشرى سارة للمنتجين باعتزال مياس عن المشاركة بالسباقات وانتقاله إلى الانتاج تهى أيضاً بينما مكرم خطير الذي يتواجد على المركز الثاني أيضاً للهجانة السلطانية مع بدر بالحمد بسالم الدرعي لكن مياس يقدم العرض الأخير يقدم العرض الجميل والعرض الأخير للجماهير لجماهير مياس لمحبين مياس لجماهير مياس عرضه الأخير بميادين السباقات العرض الأخير بالسباقات إذن يعتز المياس يعتز المياس لسباقات الهجن هذا الاعتزال بهذا الفوز حصوله على الرمز حصوله على رمز الزمول إذن رمز الزمول لصالح مياس تهانينا والناموس الهجانة السلطانية بمناسبة فوز مياس حصوله على الرمز والتهنية موصولة لطالب سعيد المرزوق العسكري وأيضا تم اعتزالة عن سباقات الهجن بينما مكرم من أثاني الهجانة السلطنية مع بدر بالحمد بسالم الدرعي والمركز الثالث موادع الهجانة السلطنية بقية الأسماحي الهالية خط